داخل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة تسكن فاطمة العديني لم يكفها مر اللجوء ومرارة الغربة لتشتعل بنار التشرد الذي قد تعيشه خلال الأيام المقبلة بعد توقف الأنروا عن صرف بدل إيجار للعائلات القادمة من سوريا كانت الوكالة تعطينا كل ستة شهر نعطيها المرة وحدة الآن لا يوجد وكفة الوكالة وكفة كل شيء نحن اسمنا لاجئين جايين من بلد لبلد حتى نحن الفلسطينية ونحن بسوريا كانت تساعدنا ولحد الآن بسوريا الناس اللي يحتاجين تساعدهم الوكالة نحن الوكالة المفروض تتوقف معنا وما تتركناش بالطريق بالاسلوب هذا مفروض تتقف معنا وتساعدنا اتخذت الأنروا قرار وقف بدل إيجار للاجئين القادمين من سوريا بمدينة غزة في شهر يونيو العام الماضي ما أدى إلى تراكم الدفعات المستحقرة على كاهل 150 عائلة لاجئة مهددة الآن بالطرد من منازلهم التي استأجروها قرار وقف بدل الإيجار من الأنروا كان بمثابة صدمة لكل العائلات السورية الموجودة هنا لأن الكل كان متك الاتكال كلي على بدل الإيجار طبعا هم تذرعوا في البداية في الأزمة المالية على العلم أنه احنا توقفوا عن الدفع قبل قطاع غزة وعلى العلم أنه يعني لبدل الإيجار هذا ما زال مدفوع في سوريا والأردن واللبنان ما زال مدفوع لكن في قطاع غزة لن نكون أزمة مالية عنا أزمة مالية فنحن لا نتفعل لكم بدل الإيجار وعود طال انتظارها من قبل الجهات الرسمية ولم تنفذ حتى اليوم بدورها قامت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعقد جلسة للبحث في أوضاع اللاجئين القادمين من سوريا إلى غزة والمطالبة بحقوقهم والتي من أهمها السكن والعمال نحن دورنا كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أن ندعم هذه التجمعات وأن نوصل صوتهم إلى المسؤولين وأن نضغط على الجهات الرسمية من أجل توفير الحياة الكريمة المرتبطة بالحقوق سواء الحق بالصحة بالتعليم بالسكن تخلل هذا اللقاء حملة تغريد على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان لاجئون من سوريا إلى غزة كوسيلة للضغط على الجهات المسؤولة للنظر في قضية اللاجئين القادمين من سوريا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة